احتجاج الاساتذة المتعاقدين ما زال متواصلا بعد مرور اسبوعين على مسيرتهم من بجايا الى العاصمة وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت اكدت في ندوة صحفية ان مطلب المحتجين فيما يخص ادماجهم دون اجتيازهم المسابقة هو امر مستحيل التجسيد كون ان التوظيف يحتكم لقواعد الوظيف العمومي التي تقوم اساسا على اجراء مسابقة وطنية وانا نطلب منكم ان تتغلب الروح المسئولية على الجميع ما ضيعنا احتحد في حقوقه احنا نتلازمين من القانون ومدينا اشياء لما كانتش موجودة من قبل معنتنا معنتها بلي هذه الحركة جابت مكسب وانا اريد ان هذه المكاسب اللي جات بها يعطيه لها القيمة تحها ويرجعوا الى العمل ما ميز الندوة الصحفية مشاركة اغلب نقابات القطاع والتي ابدت تضامنها مع الاساتذة المتعاقدين المحتجين مع تأكيدهم بان منطقة تكافؤ الفرص في التوظيف مبدأ لا رجعة فيه تكافؤ الفرص وتطبيق القانون هو الحل الامتل الذي يرضي جميع المجتمع هل يمكن مهما يكون وانا نقول لكم انا نضامن مع اليراهم الان في الميدان ولكن كي ينزوا ملا كدلك فقدوا مناصب العامل تاحهم مثل ما قالت وزير التربية الوطنية يمكن للدخل عليهم السنة الماضية هذا العام ما روش هنا ما قدوش يتحصلوا عليه وعندهم ثلاث سنوات أربع سنوات تجريبة هل هدو كذلك نخليهم انا نظن اذا حبينا حقيقة نقول دولة القانون وهي تطبيق المسابقة بكل حدفرها مع تثمين الخبرة لكل الناس انا نظن اذا احسن حل وهذا هو الاقتراح الذي دلنا احنا كنقبات تثمين الخبرة المهنية مع منح الاولوية في تجديد عقود الاساتذة المتعاقدين في حال فشلهم في اجتياز المسابقة ترى فيها الوزارة مكاسب مهمة للمحتجين في حين ينتظر هؤلاء اقصاء شرط المسابقة نقيضان قد يزول احدهما بتنازل احد الاطراف